مساء الخير لم يتسع بلد المقامرين لآدمية عباس إبراهيم فخرج محررا نفسه من أخطر عملية خطف على أيدي المنغمسين السياسيين وفي ميلاده الرابع والستين متقاعدا من الأمن العام وضع اللواء إبراهيم أول حجر أساس للمستقبل الخاص وغادر عاتبا مجروحا مصابا برصاصات كان يعدها صديقة وفي مراسم الوداع لم يدل اللواء بما يخدش الحياء مع الحلفاء وأجرى عملية تسلم وتسليم غير ملتفت إلى الخلف وبهدوء وأمان على الخلف قال القليل من كثير يدركه وتحدث كما كان يفاوض بكاتم صوت سياسي ارتضى في رده على أسئلة الصحفيين أن يعاتب نفسه فقط تاركا هنا مئة ألف وسؤال عن جيش من السياسيين خدمه عباس إبراهيم من دون تمييز أو تفرقة بين طائفة ومذهب وتيار وحزب وحركات عابرة للجمهوريات وعباس إبراهيم راسم خط الحدود البحرية الجنوبية رفض أن يزيح خطا لمستقبله السياسي جنوبا قائلا بعد ثلاث سنوات ونصف السنة يخلق الله ما لا تعلمون وهو اعتمد أكثر الأجوبة حرفة في رده على منصب رئاسة المجلس عندما اكتفى بالرد الله يطول بعمر الرئيس بري وصاحب العمر الطويل والقابض على المطرقة الرئاسية كان المؤسس الأول لضرب الأحجار الشيعية الكريمة وتفتيت طموحها نحو سدة النياب أولا والمؤهلة لرئاسة المجلس ثانيا ولأن الطريق إلى الجنوب معبدة نيابيا بثنائيا لم يعد صعبا خرقه فإن المهام الوطنية التي تنتظر اللواء عباس إبراهيم تضع على كتفيه حمل تأسيس قاعدة شعبية تستكمل هذا الخرق وتعمل على كتلة مستقلة عابرة للإصطفاف كما كانت شخصية هذا الرجل العابرة للطوائف والحدود والأوطان وهي كتلة الردع التي ستحفز الجنوبيين على تكوين ثالث فشلت كل القوى والتيارات في تأسيسه على مدى أكثر من ثلاثة عقود وما سيساعد اللواء المتقاعد على صنع الجيل الثالث أنه رجل استقامت علاقته وطنيا وشعبيا ويكاد يكون وحيدا الضابط الذي صفر الأعداء وحتى إنه اختار المغادرة من بوابة الكارنتينة ووضع على أرض محروقة بانفجار الرابع من آب نصبا تذكاريا للأمن العام هو عبارة عن مركز دائم للمديرية يسهل أمور اللاجئين ومنعا لأي شك في اعتباره انفجار المرفأ الجرح الأعمق في بنية الوطن فقد حرص إبراهيم على قدسية شهادتهم طالبا الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الضحايا وبينهم زملاء له في الأمن العام تقاعد عباس وحيا على خير العمل المشترك بين الثنائي نبيه بري نجيب ميقاتي الذين قدما في مسألة التوافق على رفض التمديد أبرز دليل على زعيمين يسويان البلاد وأمانها بالأرض متى حضرت المصالح السياسية وهددت المستقبل المشترك بري أسس للرفض ميقاتي أطاع وتدار وراء القانون حزب الله لم يعطي لعباس ما يغضب رئيس المجلس التيار الوطني أراد توسيع الحوض الممدد واسترجاع بدر ظاهر الاشتراكي قدمت تضحيات مسبقا برئيس الأركان وبقية الأحزاب وقفت في صف الجمهور كمشاهد للموقعة الشيعية الشيعية وعلى هذه النتيجة خسر لبنان مديرا مفاوضا لكنه ربح لواء متقاعدا وعد بأنه لا تقاعد ولا تقاعس فهل سيمتلك عباس إبراهيم مفتاح البوابات جنوبا كما امتلك أسرار الشرق والغرب سؤال مبكر لكنه لن يكون محيرا ترجمة نانسي قنقر